من السر إلى العلم تخرج العلاقات المغربية الإسرائيلية مقابل دعم اقتصادي وسياسي أمريكي يترجمه حصول المغرب على ثلاثة مليارات دولار لدعم الاستثمار واتفاقية ازدهار إفريقيا لتسهيل ولوج المستثمرين الأمريكيين للمنطقة مقابل إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل يخطو المغرب وإسرائيل خطوات واسعة في إطار الالتزامات باستئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة وإعادة فتح مكاتب الاتصال الخاصة في أقرب الأجال اعتراف دونالد ترامب بمغربية الصحراء الغربية ومراهنة الرباط على ثقل يهود العالم لإغلاق هذا الملف يعد ربحا سياسيا باعتراف الدوائر الرسمية شيء الذي يثمنه العديد من اليهود المغاربة تعترف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على كامل إقليم الصحراء المغربية وتجدد دعمها لمقترح الحكم الداتي المغربي كل اليهود من أصول مغربية هم سفراء في خدمة العاهل المغربي والسيادة المغرب على كافة ترابه ربط علاقات جديدة وعقد اتفاقيات تجارية مع إسرائيل اعتبرها سياسيون مغاربة وإسرائيليون خطوة واقعية قد لا تقتصر على مجالات السياحة والطاقة والتكنولوجية بل قد تتجاوزها إلى التعاون العسكري هذا كله يعني كيدخل في الربح السياسي المغرب اليوم الحمد لله هذا شيء يجب فضل واحد جهود أكثر من سنتين درجاء الملك عربيا وإقليميا التقارب المغربي الإسرائيلي قد لا يتوقف عند هذا الحد برأي بعض السياسيين بقدر ما سيلقب دلاله على دول عربية أخرى في اتجاه تغيير مواقفها من الدولة العبرية بإعلان المغرب ربط علاقات ديبلوماسية وتجارية مع إسرائيل ثمت أصوات معارضة تحسب على بعض الجمعيات الحقوقية وأخرى سياسية وجدت نفسها برأي مراقبين بين مترقة رفض التطبيع وسندان قربها من دوائر اتخاذ القرار السياسي في المغرب عبد الحايل بقالي الحرة الرباط